موسيقى 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 المترجم للقناة 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 الله يجزيكم بخير خصكم تكونوا في المستوى نحن أولي لها باش نعونكم باش نواكبكم باش نجحوا ان شاء الله في المصاري لكم ولكن هذا الشيء ما كيبغيش نعس يبغي الفياق الواحد يتسنت يشوف المواطن يحاول حل المشاكل يقدر يحلات مكي حلال يقدر يشوف السيد العمل يشوف السيد الوالي يجي عندنا الحزب نعونه في داخل الإدارات و هذا يعني بصفة عامة يعني كان عود نذكر بريت نذكر بأنه يعني يمكن لكم تفتخولي لأنه بعد درسي شوقي يقوم واحد العمل شوقي يعملو يقوم واحد العمل ليهو كبير يعني داخل البرلمان يترأس لجنة ديال المالية والعمل ماشي سهلا سدي زور ديال العمل ولكن الحمد لله ذاك شلي كيخوج من تمك كله كيكون يعني فيه واحد توافوق واحد العمل وهو جدي وهو مشكور كان كان شكرا كذلك لأستاذة لأنه احتيا عندكم من احتيا من فاس ومن المنطقة واللي واللي عمل عملت واحد العمل كبير مع سيدة بالخضرة يعني في هاتشي ديال الأصر المدونة ديال الأصر و احنا هذي مناسبة باش نقول لكم بأنه هذا هذا ماشي حزب ديال دكاكي هذا حزب ديال المعقول و ديال العمل لأنه سيدة سيدة بالخضرة سيدة بالخضرة الرئيسة ديال الفيدرالية ديال المرأة دعتاتها مهمة هذي شهور و شهور باش نخمو على أشنو هو التجاوب ديالنا الى التحات الإشكالية ديال المدونة الأصر هذي سيكون و قبطات يعني البطن ديالهم بشهر لجميع الجهات و دهو اجتماعات ديال الفيدرالية ديال النساء بجميع الجهات و كان نقاش و نقاش حاد و حوار كبير على القضية ديال الأصر خدموا باش يوجدوا واحد لبلاتفورم هذيك لبلاتفورم لوجدوها جابوها المكتب السياسي وقدموها من بعد المكتب السياسي من بعد القراءة الأولية دار الجنة مختصة هكم شفتوها هي اللي كانت قدمت يسميته يوم الباريحة قدمت للجنة ديال اللي قرر سيدنا باش تكون اللينصو قدمت هذيك اللي جنة عود درت واحد القراءة تانية و تالتة و رابعة و عود جابتها المكتب السياسي احتوا وفق عليها المكتب السياسي و الباريحة كانت مناسبة و أنا كنت جد فرحة أن نشوف صورة يعني أنه ديالنساء و ديالرجال ديالحزب يعني كي تكلموا كما تكلموا فيما صار تقار تكلموا عن نموذج تنماوي و ساهمو به بطريقة جدية أنه كان نمشير كذلك باش نخدموا بطريقة جدية لبنائي يعني المدن ودونا ديالالأسرة إن شاء الله كما سيبغيوها المغربة والتي ستقدم يعني الصاحب الجلالة منطقة منطقة يعني مهمة فلاحية صناعية نوعا ما تاقافية سياحية أولا نريد أن نذكر بأنه الحمد لله تعافوا البروجي دياللاقوبول في 9000 منصف ديالالشغل اللي تعمل في مكناس هذا إنتاج اللي هو كبير اللي تعمل كذلك هاد السنة بالفضل العمل الكبير اللي قامت به الحكومة وانتشتوا وحد العدد الشركات للطيارة الآن يعني كتاج لها المناطق خلت أنه الليالي ديالما بيت حتى النهاية ديال أكتوبر 800 و5000 الليلة حيث جلت واحد اغتفاع ديال 38 وثلاثين في المياه والعدد الوافيدين ديال الزايروبور تقريبا تلعوب 77 في المياه وهذا السيئة كونسيقونس ديال واحد البوليتيك ديال ديال واحد ورقة خارطة ديال الطريق اللي قامت به يعني وزارة السياحة وزارة النقل وكلهم مشكورين باش نفتحوا بلادنا باش نخليوا يعني المستثمرين يعملوا وانا امتقن انا امتقن لانا احنا كنشوفوا أشواء عفمراكش وشواء عفقادية ووحد العدد ديال المدن انه امكانيات كبيرة موجودة ان شاء الله الفاس فقط انه يكون اشتغال على ان العرض الفندقي يكون في المستوى ان شاء الله يعني اللي خصو يصلح شي حاجة يصلح اللي قاد اللي قاد اللي غاد يستطمر يستطمر اللي خصو يوجد لالفين وثلاثين للكو بديمون خصو يوجد كل ماشين كلها يعني اللي ماشين اللي ماشين ومالطاقات يعني التاقات اللي اللي نحس بها اليوم اللي هي موجودة اننا خصو تشتغل يعني باش نبني هذه المدينة باش نبني الكناز كذلك وباش نبني جميع المناطق وتكون هي عنا امكانيات كذلك اللي هي جد مهمة سي سي الوزير تكلم على البروجي ديال السيس اللي غدي ان شاء الله التعطان متمنى وانطلاق ديال قبل الصيف غدي كلما على الاقل موجود فواحد عشاء لا في كتار الناس غدي تحلروا بين ديال ها وعند الكنتور وهذا شي كنت قلت لكم واحد الوقت ما غدي حسو به الاخوان حتى الجور غي بدي تلق الماء وغدي شوف كيف تتمين اليومي وغدي تبدل الوجهة فحنا بلي شوف متلا كتعفوا بين السوس فيها قليل الماء وهذا ولكن يعني لعبات واحد ضو كبير باش حولات المدخول ديال الفلاحيين باش حولات يعني ذاك الاستثمار وصناعة ولات يعني صناعة ديال التصدير في الميدان الفلاحي نعم نحن دولة اجتماعية يريد يقول شي حاجة يقول ولي يريد يشو وشي وشي وما تقلق وش بلي يشو وشو لأن وش بغيت يصفق رمي ممكن شي يصفق يعني كي اللي كي اعطار في قول هذا حقيقة هذا عمل كبير وكي عند العمل ان تشوي ولكن هذا بكل صراحة لا يضرني اللي يهم هو انه اللي يهم هو ان الكب احنا قابطينو دولة الاجتماعية كما ارادها صاحب جلال اللي نصور كان نزلو فيها نزلنا الاريسو الارين بي في واحد الوقت اللي كان يمكن يأخذ مزال عامين ولا تلسنين سجل الاجتماعي نزلنا الان نزلنا المشروع ديال الدعم الاجتماعي المباشر وفيه كان نمسو كل شي يعني وهدو احنا بالطبع كلها برامج ملكية لكن التنزيل كيمس كل شي كيمس الناس الكبر الناس اللي عندهم الاطفال يالله تزادوا الناس اللي عندهم الاطفال كيقراوا وحتى هذو الدعفة اللي ما عندهم ش المدخول وما كيقراوا عندهم امكانيات وما عندهم ش الوليدات حتى هما ما تنسوش يعني البرنامج هذا برنامج اللي هو جدي إلى ازتعليه البرنامج اللي اللي لكي نشوف في واحد التموانيات جل واحد السيد المسكين ما أولا كان عنده الرميد داز اللي مو تضامون ليس فقط أنه عنده الحق يمشي يعني الوحد السبطار لكي يتدوى البرنامج أو هذا كمكان أعطوه الحق أنه يمشي عنده واحد الانتربانسيو ممكن وهذه تأخذ انشاج هذا تحول كبير نوعي مجتمعي وهذه هي الدولة الاجتماعية إلا ستعلها صحة صحة كان عندكم الوزير هنا في المنطقة تقريبا شهي ستاش لتحاد ستاش لسنتر لسنتر لهم ديال ديال القرب وشفتو لكاليتي ديال لكيف عملا كذلك خدينا طريق أنه يكون السياسيو في البلاد كلها في 12 جهة والناس سيقررون في الرشيد وفي قلميم وفي بني ملل طلاب الجداد لذلك دخلو لذلك سمحوا لي نحن عندما تكلم عن البيجي وعلى غيفام الكبار لدي مناسبة لتكلم عنها صحة إن شاء الله في الوزر هنا المهم أنه عندما ننتظر آخر لما حد في 2026 لأننا لدينا واحد برنامج لنبدأ نعمل جهود كبيرة والحكومة تعمل بجدية بقوة لا نعمل في ظروف سهلة أنا تمام تفقين معي كما رأيت يعني الوزر لدينا ويجب لدينا كما في الفلس والحمد لله اليوم ترجع الواحد للمستوى تمنى أن ما زال ترجع إن شاء الله في المستقبل الإشكالية للجفاف مطرحة مطرحة لحد الساعة تمنى الله أن ربي يعطينا الأمطاء وشتاء أمطاء الخير إن شاء الله لأن نحن في حاجة إليها وكذلك إن شاء الله وكذلك شفتوا يعني واحد العدد دي المشاكل اللي هي عالمية اللي جابت لنا أزمة عالمية واللي ندخلنا فيها وكين أقضاء أقضاء دي الله سبحانه وتعالى أنه كان زلزال يعني في الحوز وشفتوا تحت القيادة دي الصاحب جلاله والتعليم دي الله أهم حاجة هي كيفاش حكومة تجاوب مع التعليمات دي الصاحب جلاله ومع القيادة دي الصاحب جلاله باش يكون دكشي في ضعوف يعني اللي هي في الوقت ها ويكون فيها لترانسبرانس ويكون العمل عملت سبعة دي اللي جان ويزرية اللي من 8 أكتوبر الآن سبعة دي اللي جان ويزرية اللي كانت تبعوا فيها جميع يعني المستجدات وكان حول القول حول المشاكل وعملنا كذلك اللاجونسره داس في البالمان اللي غدي تبع اللاميزونور ردي لها تشير اللي غدي إن شاء الله نتمنى أنه يعني قبل آخر سنة تهي تخرج الوجود فكل هذا كيبي ان هدلت على الدول الاجتماعية فعلا هدلت على الصحة هدلت على هذا دعم المباشر وعلى الله يمو ولكن التعليم التعليم نحن في إطار يعني تنزيل واحد ورقة دي الطريق اللي بغينا خارطة دي الطريق اللي بغينا التعليم يكون في المستوى دي دك اللي بغي الأستيدة ودك اللي بغي كذلك لأباء باش التعليم يطلع في المستوى معلوم أنه يعني فالطريق لهد الشي هذا كله كيكونوا بعض الإشكاليات وكما قلت البحث للحكومة نهار الخميس بأنه غادي نستقبل النقابات وفعلا غادي تفخنا معهم باش غادي نستقبل نهار طريق تكون يعني أنه نفتحوا الأوراش دي لكي يشتغلوا باش للقوا حلول حلول لتفيد الجميع لتفيد التلميذ لتفيد الأستاذ ولكي يكونوا هذه الجوش سميت ورات دولة كلاك تستفيد من هذا البرامج فنحن جوغيس دائما لنادي طبيعتي أنني نكون متفائل يعني في الجميع يعني في هذه الإشكاليات المتوحين وغادي نلقوا معهم وغادي نأخذوا الوقت إن شاء الله باش نقص معهم امتداء من هذه الانتين إن شاء الله تمنى الله أنه أنتوا فقوا في أيام المقبلة فهنيئا لكم فهنيئا لكم بالحكومة حكومة تشتغل بجدية الحكومة يعني متماسكة نحن نسند الجميع داخل الحكومة نشتغل مع الجميع ورغينا كل شي نجح لأن النجاح لكل وزير هو النجاح لحكومة والنجاح لبلاد ودولة فأممتنا نحن نتكلم بكل الشفافية ويكون لقاءات لدي الأغلبية ولداخل البلمان ولداخل هذا لنعرض ما تقوم به الحكومة ما تقوم به الأغلبية من جهد كبير في ضعوف جد صعبة ولكن إن شاء الله سوف نتفوق لأنه التفاؤل هو معنا إن شاء الله نحن سنكون في المستوى والطموحات التي أريدها المواطنين وشكرا لكم